القليادور سوفيان رحيمي رحيمي دايما بقولك يا جماعة هو أفضل مهاجم في العالم من وجهة نظر انت شايف مهاجمين تانيين برحتة انت عندك عودة الخواجة برحتة لكن أنا سوفيان رحيمي بعتبره هو أفضل مهاجم في العالم اللي بيعمله مع العين واللي بيعمله مع المنتخب المغربي خاصة في أولمبياد باريس بيقول لي أن سوفيان رحيمي عنده إمكانيات كبيرة جدا وده مش كلامي ده باريس سانجيرمال قدم عروض خيالية لسوفيان رحيمي للانتقال إليه ولكن رحيمي فضل البقاء مع نادي العين الإماراتي رحيمي النهاردة بيستمر في التقلق وبيسجل سوبر هاتريك سوبر هاتريك أربع صفر العين والجزيرة في الدور الإماراتي سوفيان رحيمي بيسجل أربع أهداف وبيثبت للجميع أنه الكاليادور وأفضل لاعب عربي مع مواطنه النجم المغربي الآخر أشرف حكيمي خلاص السنائيات دوقت دي بقت خلاص حاجة مش عند حكيمي ومش عند رحيمي رحيمي الوقت قال حاجة بيسجلها هاتريك والنهاردة سوبر هاتريك وكان بيسجل بالتلات أربع هداف في أي منافس في الدور الإماراتي سوفيان رحيمي يا جماعة لعب كبير جدا عاوز توافق على كلامي وافق مش عاوز توافق أنت حر لكن أنا ما عنديش عدة الخواجة زي اللي عند حضرتك أنت شايف أن الهالند وليفندوفيسكي واركين أفضل مهاجمين العالم أنا شايف النجم المغربي منتخب اللي أنا بشجعه عنده لعب سفاح هداف لا مسيلة له واخد هداف الأولمبيات والهداف التاريخي الأولمبيات سوفيان رحيمي أنا شايف أنه أفضل مهاجم في العالم حاجة زعالك لا يبقى خلاص أنت ورأيك أنت حر فيه إن شاء الله نتمنى كل التوفيق لسوفيان رحيمي فيما هو قادم وإن شاء الله سوفيان رحيمي يقدر إن شاء الله يسجل الهاتريك والصبر هاتريك دول مع المنتخب المغربي وإن شاء الله يكون لي دور مهم جدا مع زملائه في المنتخب المغربي نحو التتويج بكأس إفراق العام القادم